بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنبدأ الآن بتطبيق بعض العمليات التشغيلية على الستوك الموجود قدامنا زي ما اتفقنا في الميلينج عندنا برضو هنا في الـ Features في Features from Dimensions وفي Features from Curve احنا هنا طبعا هنشتغل على Turning كأن الأول بنشتغل على ممكن نشتغل على الميلينج هنا بقى عندي فيه الترنج وفيه عندي الترنميل الأول هشتغل على الترنج وخلص معاكم كل العمليات اللي هي بتتم على الترنج وبعدين نبدأ إن شاء الله في Exercise جديد نشتغل فيه على الترنميل ونعمل العمليات كلها اللي هي From Dimensions والعمليات كلها اللي هي From Curve فتعالا نبدأ بالترنج ونقول له التالي نبدأ بعملية Facing فهنقول له نعمل عملية Face اللي هي هنشيل فيها الجزء ده من المتيريال نعمل التسوية الوجهية ونأتي بنقول له من Thickness بO.6 طبعا احنا عملنا ده من الـ Stock وزبطناه هي المسافة اللي موجودة قدامنا دي طيب Outer Diameter بوافق ما فيش عندي أي تعديل فضغط كده هو وقول له Finish يبقى كده هو اظهر لي ان هذا المستوى اللي ظهر فيه الرسم باللون الأحمر هو ده المستوى اللي هيعمل عليها عملية الفاسنج طيب تعالا نروح على Feature تاني من Feature خلينا في الترنج زي ما اتفقنا هناخد عملية تانية تعالا ناخد هول نيجي نعمل هول في هذا التمرين From Dimensions في عندي From Dimensions يبقى Feature From Dimensions وFeatures From Curve فقنا دلوقتي تشغال في From Dimensions خدت منها Face هاخد منها الهول وهقول له التالي هيجي يقول لي الأبعاد بتاعة الهول اللي انت عايز تعمله هقول له Depth بتاع الهول هنغير الدبث ونخليه بـ 1.8 وهنخلي الديامتر بتاع الهول بالديامتر نخليه بـ 1 نخليه بـ 1 1 إنش طيب كده نشوف Preview ونشوف ايبا ده كده هو شكل الهول اللي احنا هنعمله في هذا الإكسرسايز طيب كده موافقون على النداء كده طب طبعا نكمل بس نشوف دي هنا العمليات اللي هتتم فيه سبوت دريل وفيه سبوت هو نشتغل إيه عليه في الدريل وبعدين ممكن أعمل سبوت دريل واشغاله يعمل إيه سبوت دريل الأول وبعدين نقول له التالي بيقول لي آدي الهول مفيش أي ورنينج الهول اللي التولي اللي شغال مفيش فيه أي مشكلة خلاص نقول له إيه كده شكرا فنش ويبقى كده احنا عملنا الهول احنا كده عملنا عمليةين يا شباب عملنا عملية الفائسينج وعملنا هول في هذا الشكل تعالى نشوف الشكل ده فيه الأيزومتريك هيبقى شكله إزاي أهو فيه الأيزومتريك بهذا الشكل تعالى نقول له إيه ورينا التول باث هيمشي إزاي هذه التول باث نعمل الـ 3 ديميشنز ونقول له بدأ عمل عملية الفائسينج وبعضين عمل عملية يبقى بكده احنا عملنا عمليتين اتنين وعملنا ليهم عملية تعال نشوف ايه تاني من العمليات اللي ممكن نعمله في هذا التمرين نيجي كده نقول له هاته التوب شوف طبعا ايه التمرين ظاهر بهذا الشكل فيه التوب خلاص نبدأ نشوف عملية اخرى ممكن نعملها نروح على الفيتشر ونروح خلينا على تار هاته التالي تعال نعمل الثريد ونقول له التالي وبعدين نقول له get the thread dimensions from standards ونختار الثريد انا عندي ده واحد انش يبقى تعالى نختار الثريد 1. الثريد اللي يناسبني انا هو 1.125 يعني ده اهو طبعا UNC اللي هي ايه unified course ما احنا عندنا فالنظام اللي هو الانجليش فيه اللي هو course وفيه الفاين وفيه الفاين وفيه الفاين يعني هتساوي UN unified c يعني unified course UN EF unified extra fine UNF unified phi وهكذا ده حسب ده اللي هي درجة السن نفسه طيب نحن هنشتغل على ايه على internal diameter لان هنعمل الهول هنعمل الثريد داخل هذا الهول يبقى هنشتغل الانتران الديامتر هنقول له التالي انا شغال على الانتران الديامتر دي الابعاد اللي هو اخذها من الثريد اللي هو الستاندر اللي شغال بيها هنقول له preview عشان نشوف الشكل والله هذا هو ايه ال preview اللي طالع لهذا الشكل خلينا نشوف اذا كان فيه اي warning هنطلع على هذا الثريد ولا لا طيب كده يبقى احنا ما عندناش اي مشكلة هنقول له ايه ونبدأ نشوف عملية ايه السيميوليشن هنقول له tool path ونروح على 3D ونشوفه كده هو في الطوب هنطلع شكل الثريد ازاي اهو بدأ عمل ادي الهول وبدأ اطع الثريد اللي هو اخترناه اللي هو طبعا ده english thread طيب كده نشوف الايزومترك هنطلع علي الايزومترك بهذا طبعا اتخذت بالك انه انا بقول لك الثريد كان ايه course ثريد خشني اللي هو ايه اثنانه بتبقى ايه خشنة وزي ما انت شايف هو جيب لك في هذا المنظر المسنن بهذا اشه that's it ان شاء الله نراكم في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا